إلى باكستان فقد اعتقلت قوات الأمن الباكستانية عضو مجلس الشيوخ عن حزب الانصاف الحاكم سابقا سيف الله نيازي وقال الحزب إن اعتقال نيازي جاء على خلفية فيها لجنة تحقق في قضية الانتخابات بتهمة تلقي الحزب تمويلا ماليا من جهات خارجية وفدت وسائل علام في سلام أباد بأن اعتقال نيازي جاء في وقت تعمل فيه الحكومة لأحتمال إغلاق المداخل الرئيسية للعاصمة لمنع مسيرة شعبية يستعد حزب الانصاف الذي يتزعمه رئيس الحكومة المقال عمران خان لتنظيمها خلال الأيام المقبلة في محاولة لإسقاط الحكومة وإجبارها على تنظيم انتخابات عامة مبكرة وتعتمد خطة الحكومة على إغلاق الطرق المؤدية للعاصمة باستخدام حاويات مخصصة لنقل البضائع منذ الإطاحة بعمران خان بالتصويت لحجب الثقة عن حكومته في بريل نيسان الماضي شهدت العديد من المدن الباكستانية مظاهرات حاشدة ضد ما سموه التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الباكستانية ومطالبة بتنظيم انتخابات عامة مبكرة